سلام قصة سلام قصة هي تحكينا طبعا عنوان القصة بالانجليزي درس قوي للجميع هو A powerful lesson for everyone قصة سلام نجي سلام أحمد شبيه سلام أحمد هو ولد عمره خمس طعف سنة جد عمره خمس طعف سنة شنو كان حلمه يصير سحفي فد يوم من الأيام كان قاعد واخذ ويا دفتر وكاميرا وراح وراح على مطعم جديد يفتتح في بغداد من دخل للمحل من دخل للمحل شاف أكو ولد صغير هذا الولد يساعد أبو ويمسح بوجهه فهو تفاجأ شلون هيتش ولد يساعد أبو وبدو طبعا سلام واحد والولد واحد فهذا تفاجأ الناس بوا على أبو أبو مبهدأ بس هو ما يعني هم مضاج بلعكس هذا الولد ساعد أبو وراح غسله وإلى آخره فهو أخذ صور له وشون الأب مشهط لأبنين وإلى آخره وكتب قصة عن هذا الموقف الجميل وهذه القصة عجبة الجميع حتى أنه جريدة الصباح رشحتها وفاز بهذه القصة سلام أحمد سلام أحمد طيب خلونا نأخذ الأسئلة المهمة بهذه القصة طيب شاهدوا ً نأخذ الأسئلة ً 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 أين كتب سلام؟ أين كتب سلام؟ أذكرنا في مطعم كبير جديد في مطعم كبير جديد ثلاثة ماذا؟ أب والد أب أب يعني شنو معناه؟ دو يفعل يعني الولد شو الأب شوفوا هو شو الأب هو مسح الطعام من الملابس هو مسح الطعام من الملابس هو مسح الطعام من الملابس ومصر الشعر كمت هير كمت هير كمت هير يعني مش شط الشعر نعيدها مرة أخرى كلها سألة وزارية هو مسح الطعام من الملابس كمت هير كمت هير كمت هير مش شط الشعر بس ثلاثة ماذا؟ يا أخوان والله العظيم مشكلتي هذا صوتها الهيام هذا فدنا بصحة سيئة دعونا بالشفاء يا أخوان ماذا؟ بوي ولد يعني ترك ماذا؟ يعني معناها الولد شنو ترك؟ شنو ترك؟ جواب ترك درسا لكل ولد وأمل لكل أب نعيدها مرة أخرى أرسا لكل أب وكل أب وكل أب وكل أب إذن هو ترك درس لكل ابن وأمل لكل أب تمهيدي 2024 من هو الولد المحظوظ؟ من هو الولد المحظوظ؟ الولد المحظوظ هو سلام أحمد سلام أحمد الولد المحظوظ طيب تعالي على السؤال السادس السؤال السادس شوف فكرته حلوة فكرته حلوة شوف شي يقول وات ماذا؟ وات ماذا؟ حلو سلام سلام هو سلام أحمد تيك أخذه يعني شنو معناها؟ معناها ماذا أحمد؟ سلام أحمد أخذوا إياه سلام أحمد العفو سلام أحمد شنو أخذوا إياه؟ ركزوا إياه What did سلام أحمد تيك؟ شنو أخذ سلام أحمد وإياه؟ ركزت لزين ونقله His notebook دفتر and camera نعيد مرة أخرى Notebook Camera Notebook Camera Notebook Camera سبعة How old كلمة how old معناها كم عمر؟ How old يعني شقد العمر؟ How old سلام أحمد؟ شقد عمر سلام أحمد؟ خمسطعش سنة انتهى الموضوع Fifteen years old Fifteen years old ثمانية ثمانية Fifteen years old ثمانية يقول The boy bought الولد اشترى The boy يعني الولد His Father أبو His father يعني معناها الولد اشترى لأبو Some food بعض الطعام Some food بعض الطعام ركز مرة أخرى The boy bought His father some food حلو السؤال التاسع What ماذا؟ سلام أحمد want to be السؤال جاي وزاري What سلام أحمد want to be سلام أحمد شو ريدي يكون شو ريدي يكون أو شو ريدي يصير What did سلام أحمد want to be سلام أحمد شو ريدي يكون شو ريدي يكون شو ريدي يكون صحفي ري بورتر ري بورتر السؤال العاشر طبعا ماذا جوابها؟ true خطبة شو بشي يقول سلام made يعني سلام سوى report تقرير The boy ولد father أب يعني شن معناها؟ ركزوا على المفتاح الحل ركزوا على المفتاح الحل اللي أشرك علي آني سلام made يعني سلام عمله report تقرير Boy ولد father أب يعني شن معناها؟ يعني معناها سلام سوى تقرير عن الولد وأبو سلام علي من سوى الولد علي من سوى الولد غير سوى علي سوى على هذا الولد وأبو إذن الجواب هو true سلام made report about the boy his father السؤال لهذا من تغير المنهج صراحة ما نريدكم تركزوا علي بس هو جاي وزاري فلذلك أنا حبيت أخلي ولكن أنا ما أتوقع مهم بس هو وزاري فأنا حبيت أخلي يعني ما أنا حبيت أركشي هو جاي وزاري وات مالا؟ special offer شنو العرض الخاص اللي كانت مسويته جريدة الصباح جريدة الصباح ماذا قالت؟ طلاب الثنيا يمكن أن يعملونه كصحفيين على تقرير في العطلة الصيفية summer holiday هذا السؤال أنا أقول لكم يعني هو جاي وزاري فلذلك تقرأ؟